تتابع الحكومة بشكل دوري موسم حصاد القمح في مختلف محافظات الجمهورية حيث تطلق وزارة الزراع تقارير يومية من قيادة الوزارة المعنية حوض الحصاد وتوريد المحصول وقد شهدت العديد من محافظات الجمهورية ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة مع تواصل عمليات توريد محصول القمح بمختلف محافظات الجمهورية بدأ المزارعون والشركات الاستثمارية في محافظة الوادي الجديد ومنطقة شرق العوينات في حصاد سنابل الخير حيث تمت زراعة مساحة 342 ألف فدان ومن المتوقع أن توفر ما يقرب من 750 ألف طن من أجود أنواع الأقمح نهيب بالسيد المواطنين ونتمنى نسبة التوريد المستهدفة في الوادي تقترب من 750 إلى مليون طن إن شاء الله في السنة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وبقية المستثمرين وصغار المزارعين في الوادي جيد من أول فرفرة لغاية العوينات حالياً إيجاري عمليات التوريد للصومعتين سواء صومعة شرق العوينات ودي ساعتها حوالي 60 ألف طن وصومعة الخارجة وساعتها 45 ألف طن وفي أسوان بدأ المزارعون في توريد القمح بقرى وادي الصعيدة حيث عبر المزارعون عن شكرهم لرئيس عبدالفتاح السيسي لمنحهم الأراضي الزراعية وتوفير السماد إضافة لزيادة ثمن توريد طن القمح عن العام الماضي أخدت قطعة أرض ست فددين ببيتهم صلحت منهم ثلاثة وزي ما حضرتكم شايفين جيت ربنا أكرمني زرعت فدان ونص أمح وفدان ونص حجازي عشان خطر برضو إيه المشروع ما واشي هتطور في إنشاء الرحمن والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هو أكرمنا وخير كتير وخير لنا والبلدنا ونورد إن شاء الله طبعا المحصول بتاعنا لمضاحنا لنا والأهلنا هذا وتقوم الحكومة بجهود كبيرة لتأمين احتياطي استراتيجي من القمح من خلال زيادة قدرات التخزين فضلا عن إطلاق عدد من المشروعات القومية لزيادة المساحات المنزرعة في مشروعات مستقبل مصر وتشكا وشرق العوينات